على مسافة غير بعيدة من مشاورات الكويت تكشف تسريبات عن خطة دولية جديدة لإحلال السلام في اليمن الخطة المقترحة التي قيل إنها جاءت من قبل سفراء الدول الرعية للتسوية السياسية بمشاركة المبعوث الأممي تنص على عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر تعمل خلال هذه الفترة اللجنة العسكرية المشكلة من الجانبين الحكومي والانقلابي وبمشاركة قوات من دول التحالف والأمم المتحدة للإشراف على انسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء خطة مزمنة إذن لا تفرق كثيرا عن سابقتها المبادرة الخليجية من حيث إلزاميتها للطرفين كما قيل عنها ترمي الدول الرعية للتسوية اليمنية بثقلها في تفعيل هذه الخطة على أمل موافقة الأمم المتحدة على تنفيذها لتلافي شبح انهيار البلد اقتصاديا المصادر ذاتها بحسب الموقع بوست أكدت أن الدول الكبرى وبالتعاون مع قيادة التحالف العربي ستتولى مهمة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وتثبيت الاتفاق في جميع المحافظات وفي المقدمة مدينة تعز تسوية تعتمد على محاولة القفز للأعلى دون الانتباه للأرضية وتجاوز خيبات محادثات الكويت المتكررة مشاورات الكويت التي يبدو أنها غير مشجعة وبعثة للآمال لم تنجح في اختراق جدار الفشل رغم محاولات المبعوث الأممي نفخ روح التفاؤل فيها ففي الجلسة الأخيرة تمت مناقشة آليات سحب الأسلحة والانسحاب من المدن المحددة في الإطار العام واقتراح المناطق التي ستخضع للانسحاب وتسليم الأسلحة كمرحلة أولى للجنة التي سيشكلها الرئيس هادي إلا أنه فيما يجري الحادث عن التقارب بين موقفي الوفد الحكومي والأمم المتحدة حول الحلول المقترحة لإيقاف الحرب يسر الحوثيون على استمرار وضع قضايا غير قابلة للنقاش أصلا وتضع العديد من العوائق لمنع التوصل لاتفاقيات في نطاق المرجعيات وهو ما يضع المشاورات في مواقع بالغة التعقيد مع استمرار خطر فشلها قائما ومرهونا بنوايا التحالف الإنقلابي اشتركوا في القناة